سيداتي سيداتي أعزائي المشاهدين مرحبا و ألف مرحبا بكم من جديد معكم تارك في العروض العقارية المختلفة شاهدوا اليوم و ماذا قلت لكم يجب لكم بصح جوهر عقارية وهي عبارة عن شقة بالاتصديره كالتباع كامير التجاهزة إنسان فقط سيأتي بحواجه و سيأتي يسكن شقة التي تتواجد في عمارة بما معنى عدد السكن يكون قليلا كيف تكون قليلا شقة في طبق الأرضي و شقة في طبق الأول و شقة في طبق الثاني و شقة في طبق الثاني و شقة في طبق الثاني و شقة ميساحة إجمالية 120 متر مربع التي تجلى في هذه الهندسة وهي الباب والمدخل الرئيسي للعقار لديه هذا عبارة عن باب مقاومة للكسر و حتى نحلو الباب في المحادثة هذه العقار مكينة تشقة هنا 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 أضبو و هنا طوالات هنا هنا تجاهزة و نزيد و نزيد هنا طوالات أمام الباب هنا 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 تجاهزة لدينا سجور و السجور الكبير ما قلت هذه الأتات إلا بعض الأشياء التي سيحتفظوا بها إلا بعض الأشياء التي سيحتفظوا بها هذه العقار كانت توجد بالضبط بمدينة المكناص و من مدينة المكناص ألقي عليكم أجمل التحية أجمل السلام أينما كنتم وبالضبط كانت توجد على مقربة من ترك الرباط على مقربة من أتاق الدول مقربة من المرافق التي يحتاج الإنسان و في الحياة وهو جديد ينقى أي شيء يريد الإنسان مثل المدارس أو المسجد ما إلى ذلك هناك المطبخ المثالي هناك ميكورون و الفران و كلها وكذلك هناك السابون شقة الممتازة لم نحيل الترتيب وتم نحية الأتات والذي يريد أن يرى أجزائي المشاهدين هذا العقار فمعلي الانتصال والتواصل معي وأنا رهن الخدمة المساحة الجميلة للعقار هي 120 متر مربح وجهة الواجهة جنوبية و غربية بما معنى الشميشة في العقار هناك الغرفة للوالدين هناك بلاكار و سترى معي بأن الواجهة في الرفوف هناك تلفاز موبل و إطلالة جميلة هناك الغرفة الثانية وهي غرفة المعيشة و لا سيجو كما يسمى هناك تلفاز نحاول ممكن أن يصورها بسرعة لأن الإنسان يريد أن يرى العقار فمعلي الاتصال بها يأتي و يرى كان أفضل و أحسن هناك الغرفة الثانية و ليس كما أخبرتها هناك تلفاز هناك الغرفة و أخبرتها و أخبرتها إلى بعض الأشياء الخصوصية التي ستبقى في هذه العقار بالنسبة لله 680 ألف درهم و نظر إلى 68 مليون 68 مليون سيأتي لك العقار و لا يستطيع المستحيل و لا يمكن أن تجدها هذه الفرصة لنسنتي صلاة ديركم تعاليق ديركم دمتم في رعاية الله و إلى اللقاء في عروض مقبلة مع تارك